دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أهم الأحداث اللي حتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي أخبار كتير هتحصل النهاردة من بينها أن مجلس الوزراء هيعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ومنأشة عدد من الملفات وبيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي النهاردة هيحيي النجم علي الحجار حفل غناء كبير بساية الصاوي بالزمالك في قاعة الحكمة بيبدأ الحفل الساعة 9 مساءً وبيقدم الحجار خلال الحفل عدد كبير من أغنياته اللي بيحبها جمهوره ومنها الأغاني الوطنية والأغاني الرومانسية النهاردة هيسافر النادي الأهلي في الرابع عصراً للسعودية استعداداً لمباراته ضد نادي الزمالك ضمن بطولة السوبر الإفريقي على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط في السعودية قبل خوض المباراة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قدباي الكرة المصرية خارج السباق المحلي على بطولة كأس السوبر الإفريقي